السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أفيكم أويس؟ هل يوجد بيننا أويس؟ هكذا كان يسأل خليفة المؤمنين في ذلك الوقت عمر الخطاب يسأل قوافل أهل اليمن حينما يأتون يقصدون حج بيت الله الحرام لكن من هو أويس؟ وما هو خبره؟ ولماذا عمر الخطاب المبشر بالجنة؟ يسأل سؤال المشتاق الله مسلم أن عمر الخطاب كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس؟ حتى إذا أتى إلى سنة من السنوات فوجد أويسا فسأله قال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم قال كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم قال لك والدة؟ قال نعم هنا جاءت المفاجأة العمرية ولماذا عمر يسأل عن أويس من سنوات؟ يقول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل قال عمر لأويس استغفر لي يعني يدعو الله لي فدعا له أويسا فقال اللهم اغفر له ودعا لعمر أويس يدعو لعمر لكن ما هو السر؟ أدى مرور سنة أقبل تفود الحج من اليمن مرة أخرى ولم يأتي أويسا فسألهم عمر عن أويس وعن حاله فقالوا تركناه رف البيت قليل المتاع فقال لهم عمر الحديث الذي ذكرته لكم وقال لهم عمر من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل لماذا أويس كان مستجاب الدعوة؟ ما هو السر والسبب؟ السر والسبب حينما نزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتون إلى النبي لينالوا شرف صحبته في هذه الحياة الدنيا وليدون التاريخ أنهم رأوه صهيب يأتي من بلاد الروم سلمان يأتي من بلاد الفرس لكن أويس مقيم في اليمن قدم بر والدته على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله كافأه وجعله مستجاب الدعوة وجعل فيه حديثا يسمع إلى قيام الساعة انظر إلى ثمرة البر كيف حالنا مع أبائنا وأمهاتنا أقسم بالله العظيم إذا كان والديك حيين أنك ستصبح أو تمسي بين عشية وضحاها على خبر وفاتهما إن كنت من الأحياء حينها تقول يا ليتني قدمت لحياتي إن كان والدتك حية بالأخص شمر عن ساعديك وبر بها والزم قدميها فثم الجنة وتصبحون على ما تحبون